اهلا بكم مع اخبار الرياضة تعادل المنتخب النسوي لكرة القدم مع نظره المغربي بهدفين لكل فريق في المباراة الودية الثانية التي جمعتهما امس الاربعاء على ملعب البتراء بمدينة الحسين للشباب اهدف لقاء للنشميات حمل توقيع كل من ميساء جبارة واستفاني النبر من ركلة جزاء اما اهداف المغرب فجاءت عن طريق عزيزة رباح ونعيمة فاضل ووفقا لخطة المنتخب عادت اللاعبات اعتبارا من اليوم لتدريبتهن اليومية على ملعب البولو بهدف تصحيح الاخطاء التي رصدها الجهاز الفني خلال المبارتين التي تعتبران البروف الأخيرة قبل تقليص القائمة لعشرين لعبا والتوجه الى مينيمار في التاسع من الشهر المقبل اعتمد اتحاد كرة الطائرة جدول مباريات بطولتي كأس الأردن والدوري خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي عقد بحضور رئيس الاتحاد دياب الشطرات وتم فيه مناقشة العديد من القضايا التي تهم هذه اللعبة واعلن الشطرات ان الاتحاد اعتمد انطلاق منافسات بطولة الكأس في السادس من الشهر المقبل على ان ينطلق الدوري في العاشر من الشهر نفسه واشار رئيس الاتحاد الى ان تقارب الموعدين سيفرض تداخلا في عدد من مباريات الدوري والكأس مؤكدا ان الاتحاد وضع خطة لانجاح هتين البطولتين ومؤكدا على موعد انطلاق كأس السوبر الذي يجمع فريقي الوحدات وشباب الحسين حيث سيقام في الخامس من الشهر المقبل تاهل اللاعب عباد الكسبي الى دور الستة عشر من بطولة اسيا للملاكمة والمقام حاليا في تايلاند وتستمر منافستها حتى نهاية الشهر الحالي وجاء تاهل الكسبي بعد ان حقق فوزا كاسحا على اللاعب الكوري ليم هين سوك في دور الاثنين وثلاثين بنتيجة ثلاثة مقابل لا شيء يذكر ان الكسبي قد حقق نتائج مميزة في مشاركاته السابقة كان اخرها في بطولة الاسياد التي اقيمت في كوريا الجنوبية تنطلق يوم السبت المقبل منافسات الدور الثاني من بطولة سداس الرأي الاعلامي الاولى لكرة القدم والمقامة على ملاعب كلية التربية الرياضية التابعة للجامعة الاردنية وكانت القرعة التي سحبت امس الاربعاء اسفرت عن مواجهة قوية تجمع فريق قناة رؤيا مع فريق الرأي بعد ان تمكن فريق رؤيا من خطف بطاقة التأهل بفوزه على مدارس الرأي بثلاثة اهداف مقابل هدف يذكر ان هذه البطولة يشارك فيها عدد من المؤسسات الاعلامية المحلية البارزة تاهل فريق سانتس الى ربع نهائي كأس البرازيل لكرة القدم بعد فوزه خارج ارضه في اياب الدور ثمن النهائي على فريق كورنثيانز بهدفين مقابل هدف افتتح سانتس التسجيل في الدقيقة الخامسة عشر عن طريق جابرييل ثم عزز الفريق من تقدمه في الشوط الثاني بهدف ريكاردو اوليفييرا ليأتي هدف كورنثيانز الوحيد في الدقيقة الثالثة والسبعين وينتهي اللقاء بفوز سانتس بهدفين مقابل هدف ليفوز بلقاء دور الستة عشر باجمال اربعة اهداف مقابل هدف ويتأهل بجدارة الى ربع نهائي اعلن نادي ريال مدريد الاسباني عن اعارة الظهير الايسر فابيو كوينتراو لنادي مونكو الفرنسي ولمدة موسم واحد ويأتي ضم الدول البرتغالي لتعزيز مركز الظهير الايسر بعد رحيل اللاعب الواعد ايفن كورزاوة من نادي الامارة الى باريس سان جرمان وفضل كوينتراو الانضمام لمونكو الذي خرج من دور ابطال اوروبا امام فلانسيا رغم انه كان امامه خيار الانتقال لانتر ميلان ويمتد عقد كوينتراو مع ريال مدريد حتى حزيران من عام 2018 هذا وكان الدول البرتغالي قد انضم الى المرينجي في صيف 2011 بناء على طلب من المدير الفني السابق للريال البرتغالي جوزي مورينيو مقابل 30 مليون يورو اكد مدرب منشستر يونايتد الانجليزي لويس فانجا لان فريقه قادر على العودة الى منصات التتويج والتربع على عرش القارة الاوروبية مرة اخرى كما اشار الى انه يمتلك مزيجا من الشباب والخبرة وابدى فانجال اقتناعه بالقدرة على بناء فريق قادر على الفوز بلقب دور ابطال اوروبا الذي افتقده اليونايتد منذ عام 2008 مثل ما فعل مع ايكس الهولندي الذي فاز معه في هذه المسابقة عام 1995 واشار الى ان دور ابطال اوروبا ليس مسابقة سهلة وان كل شيء يتوقف على نوعية المنافس واكد انه في الوقت الحالي على الفريق التركيز على نفسه وان عليه اولا الفوز في مواجهته الصعبة مع كلوب روج هيا حِ pou bourاجهنح ذي week ثم انا اكون انه المتقذ part لئا فالباض اشتركوا ميرندي خائف اوروبا . مهورين جيد جيد جدا